يستيقظ الطفل الصغير علي في غرفته يجلس على سريره ويرتدي قميصا أصفر مشرق يلاحظ علي وجود خاتم غامض على إصبعه الصغير هو غير مدرك أن هذا الخاتم يمنحه قوة التواصل مع الحيوانات يخرج علي من المنزل وفجأة يتحدث الكلب الجار سمسم يبدأ سمسم في إخباره عن عالم سري للحيوانات يمكنه الوصول إليه بفضل الخاتم السحري يدعوه سمسم للانضمام إلى هذه المغامرة العجيبة لو حابب تعمل فيديو زي اللي انت شفته في المثال ده وأحسن كمان يبقى تابعني لآخر الفيديو علشان هقولك على فكرة مبتكرة جدا تقدر عن طريقها تنشئ قناة قصص رسوم متحركة للأطفال بالزكاء الاصطناعي الفيديو مقسم على ستة خطوات هنستخدم فيهم خمس أدوات مختلفة للزكاء الاصطناعي من أول كتابة السيناريو والفكرة مرورا بعمل مشاهد للقصة وتحويل النص إلى صوت وقايا احترافي وأخيرا المونتاج إن شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده هيبقى عندك المعلومات الكافية للبدء في صنع معتوى بدون ظهور لليوتيوب من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ الفيديو أول خطوة محتاجة أن أنا أعملها هي أن أنا أجيب أفكار للقصة بتاعتي وكمان أكتب السيناريو بتاعها هعمل ده بكل سهولة عن طريق شاد جي بي تي أول حاجة هفتح شاد جي بي تي وبعدين هكتب له أريدك أن تكتب لي عنوين خمس قصص مشوقة للأطفال ويشوف هيقول لي إيه يبتدى أن هو يكتب لي خمس عنوين للقصص للأطفال ممكن أن أنا أختار منهم أنا مثلا عجبتني الفكرة رقم 2 اللي هي مغامرة في عالم الحيوانات السرية هبتدي أن أنا أخد الفكرة دي كوبي كده علشان أشتغل عليها وعمل لها السيناريو عايزك بقى تركز معي عشان الحتة دي مهمة جدا إحنا دلوقتي كتبنا البرومبت اللي عن طريقه نخلي شاد جي بي تي يكتب لنا سيناريو بتاع القصة مؤسمة في مشاهد وكل مشهد هخليه إن هو يكتب لي برومبت البرومبت ده أنا هستخدمه أعمل به صورة بمواقع الزكاء الاصطناعي فأنا أقول له إيه أريدك أن تكتب قصة قصة قصيرة للأطفال باللغة العربية من الفكرة التالية طبعا أنا هشيل الفكرة دي وحط الفكرة اللي إحنا طلعناها من شاد جي بي تي بعدين بقول له سيناريو القصة يجب أن يكون في صورة مشاهد قصيرة تصلح لعمل الفيديو يجب أن تحتوي القصة على موعزلة كيستفيد منها الأطفال يجب أن يكون النص ممتع وسهل استعاب للأطفال عدد مشاهد القصة هذه الحتة بقى لإيه المهمة عدد المشاهد عشر مشاهد سيناريو مشهد الواحد ممكن لها يقل عن كذا كلمة بعد كل مشهد اكتب لي برومبت مفصل يصف كل مشهد بذقة باللغة الإنجليزية لكي أستخدمه في تصميم صور بذكاء الاصطناعي أنا كتبت ميت جيرني مثل لكن إحنا مش هنستخدم ميت جيرني طبعا أخذ بقى كل البرومبت ده كده وبعدين أدخله في شاد جي بي تي وأشوف كده حيبتدي إنه هو يقول لي إيه بتده يقول لي بالتأكيد إليك القصة قصيرة للأطفال بتده إنه هو يقسمهم لمشاهد مشهد واحد هذه المشهد وتحتيل برومبت اللي أنا هستخدمه عشان أعمل به الصورة بتاعت المشهد ده مشهد أربعة مشهد خمسة خلص خالص أو وقف مكملش عشر مشاهد ممكن أقول له أكمل يبتدي إنه هو يكمل بقية المشاهد تاني لحد ما يوصل لعدد المشاهد اللي أنا طلبه منه اللي هم عشر مشاهد سطوة تانية هي إن أنا أخذ المشاهد اللي الدهاني شاد جي بي تي أو البرومبت اللي الدهاني شاد جي بي تي علشان أصمم به الصور بتاعت القصة وده حنعمله عن طريق موقع playground.ai موقع playground.ai هو من أفضل المواقع لتحويل النص إلى صورة الموقع حرفياً بيطلع لك صور ممتازة بس بشرط إنك إنت تعرف تكتب له برومبت محترف علشان توصل للنتائج اللي أنت عايز أكبر ميزة في الموقع ده إنه هو بيديني ألف صورة في اليوم مجاناً وتجدد كل يوم طبعاً عمرك ما هتقدر تخلص الرقم ده أول حاجة هعملها إن أنا هاخد البرومبت بتاعه المشاهد من شاد جي بي تي اللي هو ده هاخده copy وابتدي إن أنا أحاول أصممه في playground هدوس كده على السهم ده واقول له create onboard زي ما انت شايفين الوجهة بتاعته شبيهة جداً بليوناردو هسيب كل حاجة زي ما هي وابتدي إن أنا أباست البرومبت بتاعي من هنا فقط هاختار الموديل اللي هو rev animated ده مستو إنه هو بيديني صور شكلها كارتون شوية أهم حاجة بقى عندي إن أنا لازم أدوس على الزرار ده اللي هو exclude from image أو negative prompt الnegative prompt ده هو بعض حاجات أنا مش عايزها تبقى موجودة في الصورة يعني زي مثلاً الصورة تبقى مشوشة زي الصورة تبقى فيها اتين أو عينتين فكل الكلام ده مكتوب عندنا هو في prompt جاهز طبعاً كل حاجات دي أنا هسيبها لكم يا في صندوق الوصف يا في أول تعليق مسبت هاخد كده الnegative prompt ده أو الحاجات اللي أنا مش عايزها تظهر في الصورة وابتدي إن أنا أعمله paste هنا وبعد هنا أقول generate عندك بقى 1000 صورة في اليوم فما تحملش هم إن الكريدت يخلص منك فدي أول مجموعة صور هو طلعها لي أنا بس هممني إن الصور تطلع شكلها كارتونية أكتر فأنا حاجة هنا كده وأضيف كلمة pixar style كمان عايزه يبقى أصغر من كده شوية أحكتب هنا young boy علي ومن هنا كده هاختار random seed نقول له generate فأنا كده وصلت اللي أنا عايزه خلاص يعني هو ده الstyle بتاع الصور اللي أنا همشي عليه في بقية القصة هبتدي إن أنا دوس على الصورة دي عشان أثبت ال seed number بتاعه ال seed number ده بيحتوي على ال style بتاع الصورة الشكل العام بتاع الصورة وبعدين نفس الكلام هبتدي إن أنا أخد المشهد التاني copy كده وبعدين paste هسيب طبعا الجزئية اللي أنا أيدفتها اللي هي young boy وبكسار حتة الن اللي تحت وبعدين أقول له generate أنا مثلا ممكن أختار الصورة دي للمشهد التاني وهكذا هعمل كده في بقية المشاهد كلها هاخد الرمبت من شات جي بي تي وادخله في playground لحد ما وصل لصورة عجباني لحد ما وصل إن أنا معايا عشر صور من playground ده شكل الصور النهائي بعد ما خلصناه من على موقع playground.ai عشر صور بعشر مشاهد خطوة التالتة هي خطوة تحويل النص العربي إلى صوت وده حيبقى عن طريق موقع 11labs.io الموقع ده بيمتاز بأنه هو بيقدم لك أكتر صوت واقعي ممكن تشوفه في اللغة العربية الأصوات اللي بيطلعها واقعية كأنها بالضبط حقيقية كمثال لو خدنا التكست أو الكلام بتاع أول مشهد copy و paste هنا في الموقع وبعدين play اسمع الجمال يستيقظ الطفل الصغير علي في غرفته يجلس على سريره ويرتدي قميصا أصفر مشرق يلاحظ علي وجود خاتم غامض على إصبعه الصغير موقع طبعا زي ما انت شايفين روعة الروعة الموقع بيتحلك أحويل حوالي 300 كلمة لو انت مش عامل اشتراك وعدد أكبر من كده لو انت عامل اشتراك مجاني لكن طبعا زي ما انتوا عارفين ان في طريقة ان احنا نستخدم بها موقع ده بشكل مجاني تماما وشرحناها في فيديو قبل كده بتاع تحويل النص إلى صوت عربي احترافي اللي هو ظاهر قدامكو على الشاشة فكل اللي انا هعمله ان انا هشغل الصوت وحسجله بأي برنامج سكرين ريكوردينج زي ما شرحناها في الفيديو اللي انا قلتلكو عليه هعمل ده طبعا مع العشر مقاطع الصوتية بتاعت القصة القطور الرابعة هي عمل الشخصية الكارتونية اللي بتسرد القصة وده هيبقى عن طريق أداية مجانية من أدوبي اسمها أنيميشن فور يوتيوب كل المواقع هاسبها لكم في صندوق الوصف اعمل كليك على البوتن بتاع ميك اناميشن فور يوتيوب انا هنا عندي امكانية ان انا اختار من ضمن العديد من الشخصيات الكارتونية المتاحة ممكن نريكورد الصوت بصوتي او اضيف ملف صوتي جاهز من عندي جمان هو عامل لك ميزة ان هو بيشيل الضوضاء من الصوت اللي انت بتحطه فانا هاختار الشخصية بتاعتي ويلتاكم مثلا الشخصية دي مثلا وبعدين الـ background انا عايز اشيل background لان انا هنخلي الشخصية transparent فوق الفيديو فبنزل تحت خالص وباختار custom color وبحاول ان اعمل color اللي هو الكروما الاخضر ده المعروف بعد كده هاختار الملف الصوتي اللي انا سجلته من على موقع 11 labs وبقول له open هيبتدي ان هو يزبط حركة الشخصية مع الكلام زي ما هنشوف دلوقتي ده الملف النهائي اللي هو خلصه لي يستيقظ الطفل الصغير علي في غرفته يجلس على سريره ويرتدي قميصا اصفر مشرق يلاحظ علي وجود خاتم غامض على طبعا انا ممكن اسجل اكتر من فيديو لاكتر من شخصية يعني انا كل مشهد ممكن اخليه بصوت شخصية مختلف الخطوة الخامسة وهي خطوة مهمة جدا في صناعة الفيديو بتاعنا عن طريقها هقدر ان انا اعمل 3d animation للصور بتاعة القصة بتاعتي وده بمنتهى البساطة هعمله عن طريق موقع layapix موقع ده كنا شرحناه في فيديو سابق على القناة بمنتهى البساطة هدوس على زرار upload وبعدين هختار الصورة بتاعة اول مشهد بقول له open هيبتدي ان هو ي upload الصورة على الموقع زي ما انت شايفين عمل animation 3d كده خفيف للصورة الخطوة دي مهمة جدا لان هي هتخلي المشاهد يحس ان في حياة في القصة ان الصورة بتتحرك ومش هيملم الفيديو في بعض حاجات ممكن اغيرها زي مثلا طول الفيديو او ال style بتاع animation يعني ممكن مثلا او عملت كده على ال animation بيختلف حسب الاتجاه المرسوم قدامي بعد ما بخلص خالص بدوس على البطن بتاع share وبعدين بختار ان انا اسيف الفايل في شكل mp4 واقول له save ده شكل الفايل النهائي بعد ما عملنا له download هنعمل كده مع العشر مشاهد بتاعة القصة الخطوة الستة والاخيرة ودي اهم خطوة في عمل الفيديو بتاعنا وهي خطوة منتاج الفيديو واللي عن طريقها بجمع كل ملفات اللي عملتها واخرج فيديو الكارتون النهائي في الخطوة دي هنستخدم برنامج clipchamp من مايكروسوفت لانه مجاني ونزل على windows 11 وايضا سهل الاستخدام اول حاجة هعملها ان انا هقول له create new video وبعدين هاخد كل الملفات اللي عندي ملفات الصوت والفيديو اللي انا عملتها وادرجها جوه البرنامج زي ما انت شايفين بالمنظر ده وبعدين هاخد الفيديو متحرك بتاع اول مشهد واضيفه على timeline واضيف الملف الصوتي على timeline بتاع الشخصية اللي بتحكي القصة زي ما احنا شايفين كده هاخد فايل الفيديو ده واقرره علشان يبقى ادل فايل بتاع الصوت هاقف عليه واتكى control c وبعدين هاقف هنا click هنا control v ها click هنا control v هاقرب بقى ملفات من بعض بهذا المنظر وبعدين اساوي نهايات الملفات ببعضها زي ما احنا شايفين اول حاجة انا عايز اشيل الخلفية بتاع الشخصية اللي بتحكي القصة ها click على الفيديو على timeline وبعدين اختار effects وبعدين اختار green screen فبالتالي هو شالي الخلفية ها click بقى على فيديو الشخصية وابتدي ان انا اضبط مكانه اللي انا عايزه في الفيديو الميزة بقى الرائعة في البرنامج ده ان انت لو ضغطت على captions وبعدين قلت له turn on auto captions هيبتدي ان هو يعمل لك ترجمة للفيديو باللغة العربية هنا طبعا لازم اختار اللغة اختار عربي وبعدين اقول له turn on auto captions هيبتدي ان هو يترجم الملف الصوتي ده لكلام مكتوب بالعربي وزي ما نشايفين الكلام بتاعه اخترافي ومفهوش غلطات كتير الميزة كمان ان هو بيطلع لي srt file srt file ده ممكن استخدمه في ال captions بتاعة اليوتيوب او ترجمة ملف اليوتيوب بمنتهى السهولة والبساطة لو انا جيت هنا ضفت المشهد التاني هاخده وحدراجه من على ملفات اللي على الشمال على ال timeline بالمنظر ده كده انا عايز اضيف transition ما بين كل مقطع والتاني هضغط على transitions وابتدي ان انا اختار الترانزيشن اللي انا عايزه اختار مثلا دي كده هعمل لها drag واضفها بين الملفين فانا لو جيت كده ايه حركت ده كده زي ما نشايفين فيه effect ما بين الملفين بعدما بخلص مونتاج كل المشاهد اللي عندي بنفس الطريقة اللي شرحناها بيكون ده منظر ملف النهائي خلصت خالص بقول له export وبعدين بختار HD الميزة زي ما قلتلكو ان الملف النهائي اللي طلعنا بيه مفهوش اي علامات نائية وايضا عالي الجودة يوافق علي على الفور ويضع الخاتم يشعر بوميض سحري وفجأة يجد نفسه في احدى الغابات الخضراء يستقبله جوريلا ضخمة تدعى جوجو وتقوده الى مجموعة متنوعة من الحيوانات المدهشة تتحدث حمارة بنقار الخشب عن مشكلة تواجهها مع الاشجار المريضة في الغابة يقرر علي مساعدتها عن طريق استخدام قوة التواصل مع الحيوانات لإحضار اعشاب معجزة لشفاء الاشجار صبعا ده كان مثال بسيط بيوضح ازاي ممكن نوظف اكتر من اداة للزكاء الاصطناعي لعمل فيديوهات كارتون او قصص للاطفال بدون ظهور انتوا طبعا ممكن تعملوا امثلة افضل من ديب كتير انا دايما بحاول اشارك معاكم الافكار وانتوا تقدروا تبدعوا وتحسنوا فيها اكتر وقت الفكرة اننا نحاول نجرب اكتر من مرة لحد ما نوصل لافضل النتائج من كل اداة على حدة بكده نكون خلصنا الفيديو لو الفيديو اضاف لكم معلومة جديدة ما تنسوش تدعمونا بلايك ولو اول مرة تزورني وعجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله